موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان مشاهدين العزاء في فلسطين محتلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية والتي نتناول فيها تفاصيل وابعاد فوز الشيخ رئيس صلاح في القضية القانونية التي رفعها ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي في ظل مطالبات بإقالة الوزيرة والتحقيق معها بعد تأكيد القاضي بان قرارها بحق الشيخ لم يعتمد على اسس قانونية موسيقى 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 اهلا بكم يستعد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بالعودة الى فلسطين بعد فوزه بالقضية القانونية التي رفعها ضد قرار وزيرة الداخلية الذي طالبت بموجبه قبل اكثر من تسعة اشهر بترحيل الشيخ بحجة انه يشكل تهديدا للسلامة المجتمعية بسبب افكاره ومواقفه الدينية والسياسية وتمثل الفوز الواضح للشيخ رائد صلاح بتأكيد القاضي البريطاني ونائب رئيس محكمة الهجرة العليا جاستيس اوكلتون بان الادعاءات التي اثارتها وزيرة الداخلية ضد الشيخ لا تصف اراءه او اقواله بشكل عام وانه لا يوجد اي دليل ان الخطر الذي رأته الوزيرة قد لاحظته اي من الدول الاخرى التي زارها الشيخ من قبل وان القرار التي اتخذته الوزيرة يتضارب مع حقوق الشيخ الانسانية الاساسية واضاف القاضي في منطوق الحكم بان الوزيرة لم تعتمد في قرارها بحق الشيخ على اسس قانونية وانها استخدمت معلومات مضللة وكان الشيخ رائد صلاح قد كسب سابقا قرارا قضائيا بريطانيا ضد اعتقاله نهاية يونيو حزيران الماضي حيث اكدت المحكمة وقت اذن ان اسلوب اعتقال الشيخ رائد صلاح كان غير لائق مما فتح المجال للشيخ رائد صلاح لمقاضات وزارة الداخلية والحصول على تعويض من جهة اخرى كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا النقاب عن ان وثائق محكمة الهجر العليا في بريطانيا تشير الى رضوخ وزيرة الداخلية البريطانية خلال دقائق معدودة لطلب منظمة يهودية باعتقال الشيخ رائد صلاح ولمناقشة تفاصيل هذه القضية وابعادها ارحب معي في الستوديو بكل من السيد زاهين جيدات الناطق باسم الحركة الاسلامية في المناطق المحتلة عام 48 والمحامي حسان طباجة مدير الدائرة القانونية في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان والسيد توفيق محمد رئيس تحرير موقع فلسطيني الـ 48 على الانترنت اهلا وسهلا بكم جميعا ولكن اسمحوا لي قبل ان نبدأ بالنقاش ان نشاهد معا تقرير عن هذه القضية نعود بعدها مباشرة للنقاش انتهت قضية الشيخ رائد صلاح في بريطانيا انتصر هذه المرة كما انتصر من قبل امام القضاء الاسرائيلي قال القضاء البريطاني كلمته بان وزارة الداخلية اخطأت وان الشيخ كان ضحية لقرار لا اساس له في القانون القضاء البريطاني الغى قرار الابعاد والتسفير الذي كانت وزارة الداخلية البريطانية قد اصدرته بحق الشيخ رائد صلاح كما قضت المحكمة بان الشيخ لا يشكل اي خطر على الامن الداخلي في بريطانيا كما ان الافكار التي يعتنقها لا تمثل اي خرق للقوانين في المملكة المتحدة او تهديدا لامنها ووجد القضاء البريطاني ان وزيرة الداخلية استندت الى معلومات مضللة وغير صحيحة عند اتخاذها قرار الابعاد بحق الشيخ رائد صلاح بقبول كافة الاستئنافات التي رفعها الشيخ صلاح تكون قضيته في بريطانيا قد انتهت كما تكون تأشيرة دخوله الى المملكة المتحدة سارية المفعول بحكم القضاء وليس بقرار الحكومة فضلا عن ان منعه من المشاركة في الاجتماعات العامة والقاء المحاضرات والندوات يصبح لاغيا لتسجل قضيته بذلك انتصارا جديدا للجالية العربية والمسلمة في بريطانيا فضلا عن كونها سابقة سيعتد بها في المستقبل بالنسبة للناشطين الفلسطينيين داخل بريطانيا وربما في اوروبا كلها اذا اهلا وسهلا بكم استاذ زاهي ابدأ من عندك اين تكمن اهمية القرار الذي صدر من القضاء البريطاني بحق الشيخ رائد صلاح اول بنود الاهمية هو الشرعية شرعية فضيلة الشيخ رائد صلاح القائد الرمز المسلم العربي الفلسطيني الذي نعم يتحدث عن القدس عن الاقصى عن الثوابت الفلسطينية عن هموم الداخل الفلسطيني وشرعية الخطاب الذي يحمله فلا يعقل ان الامم المتحدة تتحدث عن الاقصى كمحتل وان الوجود الاسرائيلي فيه احتلالي مجرد ان يخطب فضيلة الشيخ رائد صلاح ويذكر هذه المعاني او يكون عنده خطبة كخطبه طبعا كصاحب حرقة كابن الوطن كصاحب عقيدة كصاحب المسجد الاقصى المبارك عندها يتهم هذا الخطاب بانه لا سامي او عنصري ومن ثم هي مسألة رد الاعتبار لهذا القائد فالشيخ رائد جاء في حزيران 2011 برسالة حوار حضاري للاكاديميين لسياسيين لمنظمات حقوق الانسان هنا في بريطانيا ووجد نفسه داخل السجن على حين غره ما هكذا يستقبل القادة ما هكذا يستقبل الضيوف المعتبرين ثم وعسى انها تكون هذه بداية نهاية التلويح بعصى اللاسمية عندما لا يروق للوبي الصهيوني اي رأي مخالف حتى القاضي في محكمة بيرمينجهام القاضي الاول الذي اقر قرار وزيرة الداخلية بانه لها صلاحية بابعاد فضو الشيخ كتب بثيثنا يقرره انه لا يظهر لي ان هذا الرجل لا سامي او عنصري ثم القرار يأتي في روح الثورات العربية هو الثورة على هذه المسلمات التي كانت موجودة مجرد تلويح باللا سامية فيجد الانسان نفسه متهم ويقع في شراك وليس كل يوم تجد من يدافع يجد عنده الطاقة والقوة ليقف ويدافع ولكن الالتحام العرب الاسلام الفلسطيني هنا في بريطانيا حول فضيلة الشيخ ايضا سعده في هذه الوقفة لكسر سنأتي استاذ زاهي لدور الجاليات العربية ربما في سياق الحديث في هذه الحلقة ولكن استكمال لفكرة او لأهمية قرار المحكمة وما هي البنود التي تم تفنيدها والاتهامات التي تفنيدها بحق الشيخ انتقل الى الاستاذ حسان طباجة استاذ حسان يعني ما هي اهم القضايا التي تم تفنيدها او التهم التي تم ضحضها عن الشيخ رأى الصلاح وفقا لمنطوق الحكم الاخير يعني انا اعتبر انه بداية هذا الملف كانت عبر وضع الخطاب الصهيوني الاسرائيلي في فم القضاء البريطاني بمحاولة نزع الشرعية عن المصطلحات الفلسطينية العربية في الداخل الفلسطيني وبالتالي نزع الشرعية عن هذه الافكار وعن اي دور قد يلعبه الشعب الفلسطيني في الداخل مستقبلا من خلال الدول الاوروبية لان مصطلحات مثل مصطلحات الاحتلال الاسرائيلي مثل مصطلحات القدس وان القدس هي ارض محتلة وان الكيان الاسرائيلي هو كيان محتل ومغتصب من ان القتلى الفلسطينيين هم شهداء وانهم لهم الحق في الاعتراض والمقاومة بالمعاني المطلقة لهذه المصطلحات حاولوا ان يجعلوا من هذه المصطلحات وكأنها تهم الان هذه ليست الثقافة ولا الطريقة التي نتوقع من دولة مثل بريطاني ان تتعامل من خلالها مع المجتمع الفلسطيني لكن من خلال ان القرار لم يكن قرارا بريطانيا انما التنفيذ هو تنفيذ بريطاني كما يعني ذكرنا او ذكر هذا الموضوع سابقا ان القرار هو قرار صهيوني والتنفيذ هو التنفيذ بريطاني هذا كان رأيكم وموقفكم في الحركة الاسلامية ام في مؤسسة ميزان لا طبعا هو هذا القرار عام يعني هو ايضا ما رأيناه في مؤسسة ميزان وهو ما يعبرت عنه الحركة الاسلامية الان بالنسبة لهذا القرار ما جاء به القاضي هو يطابق ما كنا قد تحدثنا به ومن اهم القضايا اذكر قد لا يعلم المستمعون ذلك لكن مثال قضية حماس مثلا حيث ان حماس لا تعتبر على الاقل في القسم السياسي لها لا تعتبر انها منظمة ممنوعة في بريطانيا الان جاء المدعي البريطاني ووجه الى الشيخ رائد تهمت انه في سنة الالفين وثلاثة مثلا تم ادانته بعلاقة في حماس فجاء القاضي البريطاني وقال من قبل المحكمة الاسرائيلية تقصد ادانته ادانته من قبل المحكمة الاسرائيلية وجاء المدعي البريطاني في محكمة بريطانية وكأن هذا تهمه وجاء القاضي وقال ما علاقة هذا بهذا في بريطانيا حماس حتى وين ادين يعني في وقتها بارسال مساعدات انسانية عبر مؤسسات اعتبرتها فيما بعد الكيان الاسرائيلي اعتبرها انها محظورة فجاء القاضي البريطاني قال نحن هنا في بريطانيا في بريطانيا هذه ليست تهمة أصلا فالآن نحن بناء عليه وتكملة لذلك نستغرب أن تأتي وزيرة الداخلية البريطانية وتتهم مثلا الشيخ بأنه يدعو إلى العنف لأنه يعترض أو لأنه ينتقد السياسة إسرائيلة ويكتب القاضي أريد أن أذكر هنا جملة كتبها القاضي يقول بخصوص خطبة المعروفة بخطبة وادي الجوز يقول كالتالي نحن نعتبر كما هو الحال في القصيدة أن اللهجة الشديدة في الخطبة موجهة للدولة الإسرائيلية وليس لليهود كيهود مما ينفي عن الشيخ تهمة معادات السامية حاولوا أن يخلطوا بين المصطلحات بأن يجعلوا انتقاد دولة إسرائيل يساوي الانتقاد الصهيونية يساوي اللاسامية وهو بتفصيل جاء القاضي وقال لا تخلطوا بين هذه المصطلحات إن كانت اللهجة شديدة فهي تجاه الممارسات الإسرائيلية ليست تجاه اليهود كيهود طيب اسمح لي أسأل الأستاذ توفيق ما الذي دفع القاضي أو محامي الدفاع عن وزيرة الداخلية أن يصلوا إلى مثل هذه الاستنتاجات أو إلى وضع هذه التهم بحق الشيخ وما هي المعلومات المضللة التي أشار إليها قرار القاضي يعني حقيقة نحن شهدنا قبل أن يسافر الشيخ رائد صلاح في اللحظة التي وصلت الدعوة من جمعية ميمو للشيخ رائد صلاح لزيارة بريطانيا وإلقاء الكلمات أو الخطبات في مجلل العموم البريطاني ولقاء كبرى وسائل الإعلام البريطانية حينئذ شهدنا حملة شعواء من الإعلام الصهيوني في بريطانيا يحرد على الزيارة قبل أن تتم الزيارة يعني مجرد صدور الدعوة وطبعا نحن تابعنا هذا الأمر وراجعناه وبعثنا بردودنا وفي اللحظة التي ظهر فيها الشيخ رائد صلاح بريطانيا هذه الحملة لم تتوقف إنما ازدادت حدة وازدادت تحريضا وازدادت الكتابات حول الموضوع وطبعا كانت هناك معلومات مضللة كما ذكر القاضي في قراره تم تسريها أين هو مصدر هذه المعلومات المضللة؟ مصدر هذه المعلومات المضللة في اعتقادي ليس فقط جمعية أمن المجتمع في بريطانيا إنما أيضا المؤسسة الإسرائيلية عندنا في الداخل الفلسطيني المؤسسة الإسرائيلية هي من غذت جمعية أمن المجتمع هي من أرسلت المواد لأن غالبية المواد التي تم اعتمادها في الدعوة أو في تبرير قرار الإبعاد هي مأخوذة من ملفات سابقة للشيخ رائد صلاح كان يحاكم عليها في المحاكم الإسرائيلية وتم تفنيد أغلب هذه الملفات أو قسم منها ما يزال ينظر في المحاكم الإسرائيلية وإن كانت الإدعاءات به وهية لا تصل إلى مستوى الإدالة لفضيلة الشيخ رائد صلاح فأعتقد أن هذه المعلومات المضللة للقاضي البريطاني هي ما دفعته إلى اتخاذ قراره وإدفاء شيء من العدالة القانونية التي كان يجب أن يحصل عليها الشيخ رائد صلاح باللحظة التي اعتقل بها ليس بعد عشر أشهر أستاذ زاهي المعلومات المضللة التي أشار إليها الأستاذ توفيق من مؤسسة يهودية هنا في بريطانيا وقال أيضا أنها من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية هل هناك أي مؤشرات على أن المؤسسة اليهودية الإسرائيلية الرسمية زودت معلومات لهذه المؤسسة أو لغيرها أنا سمعت كأنه في حوارات سابقة ومما اطلعت عليه إعلاميا أن هناك بعض الوثائق التي كانت تتلى منها تفسيرات للائحة الاتهام ضد الشيخ عليها الترويسة باللغة العبرية أو حتى أن كل النصوص باللغة العبرية كانت هل هذا صحيح؟ هذا صحيح وطبعا أصلا مجرد الزج في لوائح اتهام مفتوحة في البلاد ضد فضيلة الشيخ أو ما أغلق منها هو بحد ذاته محاولة غير مقبولة بكل المقييس ولا يعقل أن دولة كبريطانيا منذ البداية ما كان يجب لها أن توافق لكن عندما توقع الوزيرة خلال 17 دقيقة هذا الذي يحصل فأحضروا ملفات مغلقة وملفات لا تزال مفتوحة ضد فضيلة الشيخ رائد صلاح مع العلم حتى لو أن القاضي هنا وافق على هذه اللوائح الاتهام وتفاعل معها دعنا نقول لكن هذا أيضا لا يلزم القضاء الإسرائيلي في نهاية المطاف ولا يلزم طاقة من الدفاع المرافع عن فضيلة الشيخ هناك وكأن الشيخ أدين في بريطانيا لكنها كانت محاولة مزدوجة على هم يحصلون على شيء إيجابي وإن كان لا يسري مفعوله والأسان حسان طبعا يدقق أكثر إذا كنت مخطئ فلا يسري مفعوله هناك لكن يستطيعون من ناحية المعنوية عندما يسردوا أمام القاضي أن القاضي البريطاني قال كذا وقال كذا وما إلى ذلك فهذا كلام ليس تحليلي نعم كانت المستندات تصل طيب أستاذ حسان هل الشيخ وفقا لهذا القرار سيسمح له بدخول بريطانيا لاحقا بموجب هذا الحكوم ثم هل الشيخ أيضا معني الآن كما جاء في بداية الحلقة في التقرير أن الشيخ كسب قضية قبل هذا الوقت وهي قضية الاعتقال أو على الأقل مكسبا كان جزئيا في ذلك الوقت وكان هناك أقاويل أن الشيخ سيقوم برفع دعاوة للتعويض السؤال هو إذا من شقين هل الشيخ يستطيع بوفقا لهذا القرار أن يعود إلى بريطانيا والجزء الآخر هل الشيخ سيقوم برفع دعوة على وزارة الداخلية للتعويض أو على جهات أخرى قامت بالتشهير أم لا أريد أن أعلق تعليق واحد على السؤال السابق وبقول للمشاهدين وإلك كالتالي عندنا على الأقل مستند واحد من بين ألاف المستندات لكن واحد من هذه المستندات فيه إثبات دامغ أن الورقة وصلت من وزارة القضاء الإسرائيلية هذا المستند لحد يوم لا نكشف بهذه الطريقة لكن أنا أكد لك أنه عندنا إثبات قاطع بأن هذا المستند خرج من وزارة القضاء الإسرائيلية ونعرف من ختم عليه إلى الداخلية البريطانية إلى الداخلية البريطانية هذا كشف صحق وعندنا الإسم والشخص والكمبيوتر اللي طلع منه كمان طيب ما هو مضمون هذه الوثيقة حتى برضو نطلع المشاهدين إيش المضمون الرئيسي النقطة الرئيسية لتتضمنها هذه الوثيقة هذه الورقة طبعت لا شك أن إثبات قاطع إنها طبعت من كمبيوتر من جهاز الحاسوب في وزارة القضاء من شخص نعرف اسمه وهو أحد الأشخاص الذين يعني يتابعون ملفات الشيخ رائد صلاح بالمحاكم الإسرائيلية هذا الموضوع أظن سيأتي وقت يعني ويكشف بأب تفصيل أكثر طيب بالنسبة لقضية رجوع الشيخ رائد صلاح إلى بريطانيا القاضي نفسه في القرار تطرق لهذه النقطة وقال أنا أقول أن التنفيذ العملي لقراري هذا القاضي أوكلتون معناه أن لا يجب أن توضع على الشيخ أي تقييدات مترتبة على قرار الإبعاد أو قرار منع الدخول بمعنى أنه بما أنه قرار منع الدخول وقرار الإبعاد استندوا إلى نفس الإدعاءات إدعاءات الوقائة نسميهن وبما أنه أنا الآن كقاضي أبطلت هذه الوقائع فأنا أعتبر أن التنفيذ العملي لهذا القرار أنه يجب أن لا تترتب أي نتائج على الاتهامات الباطلة ضد الشيخ رائد صلاح جميل لكن هنا توضيح لهذه النقطة أيضا يجب أن لا نغفل والأصل أنه بريطانيا كدولة يمكن لها أن تتخذ أي قرار ترى مناسبا بحق أي زائر من الخارج إلى هذه البلان ويخضع الشيخ رائد صلاح كما يخضع غيره وليس بالضرورة كترتيب على نتائج القضية أو الاتهام يعني بمعنى أنه إذا حاول الشيخ رائد صلاح المجيء إلى البلاد مرة أخرى ربما يمنع وربما لا يمنع وفقا للمعطيات في حينه أليس كذلك؟ يعني الأصل الأصل أنه الآن على وزارة الداخلية أن تلغي أي قرار مترتب على المواد التي كانت عندها لأن القاضي قال هذه المواد واهية هذه اللي واهية الآن هل تستطيع فعليا الوزارة أن تتجاهل هذا القرار وتمنع الشيخ وعندها سيكون على الشيخ أن يتوجه مرة أخرى إلى القضاء طبعا فعليا على أرض الواقع هذا واحد نقطة أخرى ولكن باختصار يعني اللي هي مسألة رفع الدعاوة سواء ضد وزارة الداخلية بسبب الاعتقال والذي ثبت أنه خطأ على الأقل في جزئية منه وكذلك بسبب أو قضايا التشهير ضد الذين شهروا من الإعلام اليمين المضطرف الذي ذكر الأستاذ توفيق بعضا قضية التعويض لها ثلاث بنود البند الأولاني قضية عدم قانونية الاعتقال بالظرف الذي تحدث فيه قاضي المحكمة العلية والقاضي كتب غاد يحق للشيخ رائد صلاح المطالبة بالتعويضات هذه المطالبة ستترتب من خلال المحامين ضد الدولة إذن أستاذ توفيق هل هناك نية حقيقية لإقامة دعوات على الجهات المعنية التي قامت بالتشويه ضد الشيخ في اعتقادي هذا الأمر مطروح لدراسة لا شك أن الآن بعد كل التطورات التي حصلت في ملف الشيخ رائد صلاح وبعد عودة الشيخ رائد صلاح إلى ديار إلى البلاد سيتم وضع هذه الأمور كلها على طاولة البحث وسيتم التباحث في كل الأمور المستجدة ودراسة القرار وهو طبعا من 29 صفحة كما تعلمون سيتم دراسة القرار بكل تفاصيل وبالبناء عليه سيتم اتخاذ طبعا القرارات والمواقف المناسبة في هذه الشيخ طيب أستاذ زاهي يعني برضو في هذه النقطة هل أفهم أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قرار من قبلكم كحركة إسلامية أو كشيخ رائد صلاح لرفع دعاوة تشهير قبل مغادرة الشيخ رائد صلاح ونحن لم نبلغ الأستاذ المشاهدين متى سيعود الشيخ رائد صلاح هل لك أن توضح هذه النقطة أيضا العودة إن شاء الله يوم الاثنين القريب الطائرة بتمام الساعة الثانية عشر وخمسة عشرين دقيقة من مطار لوتون تهبط الساعة السابعة والنصف مساء في مطار اللد في البلاد إذن يوم الاثنين مساء سيكون الشيخ في أرض فلسطين بإذن الله إن شاء الله رب العالمين وبالنسبة لسؤالك هناك محامي منذ فترة بدأ في ترتبات مسائل التشهير ولكن مسائل على من يرفع الشكاوى الآن وعلى من يطالب التعويض لأن الانتقال هو الآن من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بعد كسب القضية هي محط تمحيص ومحط دراسة معمقة سيعلن عنها قريبا أين الوجهة طيب أستاذ زاهي أيضا المشاهد المتابع لقضية الشيخ رائد صلاح وهو يرانا في هذه الحلقة نتحدث عن الشيخ رائد صلاح والشيخ ليس بيننا نتحدث عن الشيخ والمشاهد يعلم أن الشيخ رائد صلاح في لندن يعني قد يبدو يعني يتبادل للذهن هو أنه لماذا لا يتحدث الشيخ حتى الآن للإعلام هل ما زال المنع قائم وهل هناك التحفظات التي فرضتها وزارة الداخلية أو وزارة الداخلية على الشيخ ما زالت قائمة ولماذا نعم للتذكير فقط عندما أفرج عن فضيلة الشيخ بالمحكم العليا بالكفالة كبديل اعتقال فرضت عليه بعض الشروط مثل عدم الحديث للإعلام أو القاء خطبات جمهرية والدخول إلى المنزل سادسة مساء والبقاء فيه للتاسعة صوحا شيء من هذا القبيل فهذه بديل اعتقال والمنطق يقول عند كل عاقل أنه بانتهاء القضية كان من المفروض أن تزال هذه القيود لكن الآن عندما رسلنا الداخلية هي تقول أنها تريد أن تنظر في المسألة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري يبحثون عن لست أدرى عن ماذا يبحثون بالحقيقة رغم أنهم يوم السبت القادم غدا سيكون آخر يوم يوقع فيه فضيلة الشيخ رائد صلاح في الشرطة لكن على ما يبدو أن رغم أن حرية التعبير نص عليها القاضي ولكن يبقى هذه المساحة للمناورة للداخلية أيام ولكن طبعا الأولوية بالنسبة لنا هي الآن العودة وهناك منصات كثيرة نخطب عليها ونصل رسائلنا دائما وأبدا سنتحدث عن نقطة حرية التعبير وما إذا كان انتصار الشيخ وانتصار لحرية التعبير في بريطانيا بشيء من التفصيل ربما في الجزء التالي من الحلقة إذن مشاهدين الكرام سنخرج لفاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذا الحوار فأرجو التفضل بالبقاء معنا أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية والذي نستكمل فيه النقاش حول قرار المحكمة البريطانية لصالح الشيخ رائد صلاح في قضية الاستئناف التي رفعها ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية والذي يتلخص بأن الوزيرة لم تعتمد في قرارها بحق الشيخ على أسس قانونية بل على معلومات مضللة واسمحوا لي أن أكرر الترحيب بضيوفي في الستوديو السيد زاهن جيدات الناطق باسم الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 48 والمحامي حسان طباجة مدير الدار القانونية في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أيضا في مناطق 48 والسيد توفيق محمد رئيس تحرير موقع فلسطيني 48 على الانترنت أهلا وسهلا بكم جميعا سؤالي للأستاذ توفيق هذه المرة وأبدأ من اليسار بدل اليمين تسمحوا لي يعني كيف أستاذ توفيق غطت الصحافة الإسرائيلية قضية الشيخ رأي الصلاح سواء في بداية القضية في يونيو حزيران الماضي وكيف كان ردة فعلها على نتيجة القضية مؤخرا خلال أسبوع الماضي يعني صبيحة اعتقال الشيخ رأي الصلاح الذي كان يوم ثلاثة على ما أعتقد صبيحة الاعتقال يوم الأربعاء كانت الصحف العبرية ووسائل الإعلام العبرية تملأها البهجة وتملأها الغبطة والسرور وطبعا تعاملت مع الموضوع من باب تحريض بحث لم تتعامل مع الموضوع في موضوعية ولم تتعامل مع الموضوع كتاطية إعلامية أنا دعيت لعدد من وسائل الإعلام العبرية سواء كان في التلفزيون أو في المذياء وكانت الأسئلة أسئلة تحقيقية يعني أذكر قسم من هذه الأسئلة أن الشيخ رأي الصلاح اعتقل في بريطانيا على خلفية تحريضه ضد السامية وأنه شخصية غير سامية ولا سامية ومن مثل هذه الأسئلة الكثيرة وطبعا وسائل الإعلام العبرية سواء ما كان منها المكتوب أو المسموع أو المقروء تعاملت مع القضية وفق هذه العقلية التحريضية التي كانت تترصد وتنتظر هذه اللحظة وكأنها كانت على علم مسبق بأن شيئا من هذا القبيل سيحدث وكل شيء عندها جاهز للهجوم والانقضاد على شخصية على الفريسة التي وقعت في يد القضاء البريطاني لم تتوقع ليس فقط صحافة العبرية نم المؤسسة الإسرائيلية بكاملها لم تتوقع أن يصمد الشيخ رأي الصلاح هذه المدة الطويلة من الزمن عشرة أشهر وهو يقاوم ويكافح ويناضل ضد هذا القرار الإسرائيلي والتنفيذ البريطاني ما بعد طبعا صدور القرار القاضي أوكلتون يوم السرط الماضي الإعلام الإسرائيلي تعامل معه يعني بشكل عابر مطلق يعني خبر صغير جدا كان في وسائل الإعلام العبرية وليس في اليوم الثاني لصدور قرار إنما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أيام حتى الإعلام المرئي أيضا تعامل معه بشكل عابر جدا يعني فقط من باب الخجل في أن لا يذكروا أن شخصية قيادية مثل فضيلة الشيخ رائد صلاح يعني أصبحت شخصية عالمية على مستوى عالمي ويصدر بحق هذا القرار ولا يتعامل الإعلام الإسرائيلي مثل هذا القرار وذلك كان التعامل مع القرار قادة أوكلتون بفوز الشيخ رائد صلاح بالقضية تعامل باهت يعني وعابر ليس كما تعامل معه في البداية عندما كان الشيخ متهم نعم طيب اسمحولي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات من لندن سيد أنس مرحبا بك معنا مرحبا أستاذ زهر حياك الله سيد أنس ما الذي يدفع وزيرة الداخلية للمسارعة في اتخاذ قرارها بحق الشيخ رائد صلاح يعني مستندة على أسس غير قانونية وعلى معلومات مضللة أليس ذلك معيب بحق وزيرة وبحق الحكومة البريطانية وكيف يمكن أن يتم معالجة هذا الأمر بعد أن انكشف المستور بسم الله الرحمن الرحيم يعني مرحبا بك وبظيفك الكرام وأبدأ أولا بتقديم التهاني والتبريكات نيابة عن المجتمع المسلم البريطاني لفضيلة الشيخ رائد صلاح وكذلك للأمة جمعاء لأنه الحقيقة هذا الحكم هو بمثابة نصر عظيم لموقف هو موقف الحق وموقف الشيخ رائد طالما وقفه عبر عقود من الزمن وهو ينافح عن الأمة الإسلامية جمعاء حفاظا وحماية للمقدسات في الأقصى الشريف بالنسبة لما جرى في بريطانيا هذه الأيام الحقيقة هو يعد يعني صفعة غير معتادة من العيارة السقيل لموقف الحكومة البريطانية وبالأخص لوزيرة الداخلية والتي سرعت كما تفضلت بالسؤال سرعت بشكل غير معقول في توجيه الابتهامات لفضيلة الشيخ رائد وهذا مما أخذ عليها في نص الحكم حينما أخذ عليها أنها حتى استندت إلى معلومات سمي أنها مضللة أي أن الوزيرة سمحت لأطراف نحن نعلم ونتهم أطراف هي محابية للموقف الإسرائيلية اللوبي الصهيوني اللوبي الإسرائيلي تمه ما شئت هذه الأطراف والتي مرت ضغطا على الحكومة البريطانية ولم يرق لها أن الشيخ رائد صلاح وصل إلى بريطانيا وألقى عدد من المحاضرات وكان في استقباله حشوب ضخمة وكان على أساس أن أيضا يتكلم في البرلمان البريطاني وكان في استقباله عدد لا بأس به من أعضاء البرلمان لم يرق لهم ذلك فضغطوا على الحكومة فسارعت الحكومة بتوجيه هذه الاتهامات وبعضها اتهامات لم تستطع الحكومة الإسرائيلية بذاتها والشيخ عندها في إسرائيل أن تدينه بها نفس الحكومة الحقيقة هو بمثابة صفعة من العيارة الثقيل للحكومة البريطانية وعلى إسر ذلك فمنظمات عديدة من المجتمع المسلم والتي رحبت وغير المسلم بالمناسبة يعني المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الماضي ولا بيقعدن فيه انتصار الشيخ في المعركة القضائية النائف في البرلمان العمالي جرمي كوربين ظال بفتح تحقيق طيب أستاذ أنس في ضوء هذه المطالبات هل تعتقد أن هناك خطوات عملية يمكن أن يتم القيام بها ضد الوزيرة على الأقل كما قلت فتح تحقيق وما هو دور الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا في الدفع بهذا الاتجاه أولا المطالبة بفتح تحقيق الآن بات في أروقة البرلمان وهناك عدد من البرلمانين من يوقعوا على هذه المطالبة مؤيدين لها ولذلك نحن ننتظر أن يتمخذ ذلك عن تحقيق برلماني في مسلك وزيرة الداخلية في هذا الشأن بالنسبة لنا كمجتمع وكما ذكرت مجتمع عربي ومسلم وحتى بريطاني هناك مطالبات بإقالة وزيرة الداخلية لأن الموقف الذي وضعت هذه الوزيرة الحكومة فيه إزاء هذه القضية والإحراج الذي وقعت أوقعت الحكومة فيه الحقيقة أمر غير لائق وغير مناسب وأمر يبين بأن الحكومة محابية بوجه ثاقع وبشكل غير مطبول وغير لائق إلى جانب اللوبي الإسرائيلي وهذا مما لا ينبغي أن يكون سيد أنا السؤال الأخير يعني البعض يعتبر نصر الشيخ رائد صلاح هنا نصر لحرية التعبير سؤالي يعني إلى أي حد فعلا انتصرت حرية التعبير في بريطانيا وعلم بأن الشيخ حتى الآن يمنع بشكل أو بآخر من أن يعبر عن مواقفه السياسية ثم الإعلام البريطاني كيف نظر إلى انتصار الشيخ رائد صلاح يعني هو لا شك هو خطوة مهمة في طريق انتصار الحق في التعبير وحرية التعبير لم نصل بعد يعني إلى نهاية المطاف ولكن هذه خطوة في غاية الأهمية وخطوة رحب بها كل من يضيره أن يرى ثريات التعبير وبالأخص فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يعني الطريق لا يزال طويلا ولكن بالتأكيد هذه خطوة مهمة والصحافة البريطانية للأسف الشديد يعني أيضا خضع إلى حج كبير التطيع أن أقول إلى أيضا التوجه الإسرائيلي واللوبي الصهيوني وعمت بشكل كبير كما تفضل ضيفك الكريم بالصحافة العبرية نفس الشيء هنا يعني بات خبرا صغيرا يعني لم يعتد به لأنه بتضخيم الخبر وبالإعلان عنه الحقيقة يصبح الفوز أكثر تكريتا وهذا على ما يبدو مما يكرهه الناس ولكن بالتأكيد هي خطوة في غاية الأهمية بالنسبة لنا وبن خلال أجهزتنا وإعلامنا واضح سنضخم من الخبر ونعلن عنه حتى نتأكد من أن خبره انتشر في كافة الأمريكة والأفقاء أشكرك سيد أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبا لحوار الثقافات في لندن أستاذ زاهي قبل مداخلة الأستاذ أنس التكريتي كنا نتحدث عن حرية التعبير أنس التكريتي يعيش في بريطانيا مسؤول مؤسسة حوار الثقافات بريطانيا لا يعتبر أن فعلا الانتصار هو انتصار الحرية التعبير بالمعنى الكامل وثم رأيتك كأنك لم تجد قبولا في كلام الأستاذ حول التغطية الصحفية البريطانية هل من تعليق على هذه؟ طبعا فضل هناك 295 ما بين موقع وما بين صحيفة كتبت في اللغة الإنجليزية 295 موقع في بريطانيا أم بشكل عام؟ باللغة الإنجليزية ولكن يكفينا أن الجارديان كتبت في الموضوع الديلي تيليغراف كتبت في الموضوع كبريات الصحف كتبت البي بي سي كتب القناة الرابعة جاءت وغطت المؤتمر الصحفي اسلام تشانيل جاءت وغطت وسائل إعلام أخرى انتفاضة أونلاين موقع انتفاضة أونلاين موقع نشط هنا في بريطانيا باعتقادي أخذ عنوين كبيرة هذا الموضوع نعم ربما المقصود ربما أنا أفهم الأستاذ أنس الأستاذ أنس يقصد أن خبر من هذا القبيل يجب أن يأخذ مساحات أكبر نعم في الإعلام لله نعم على سبيل المثال نعم على صفحتين متقابلات أن يكون مثلا في القارديان بهذا الحجم أنا أفهم ذلك نعم إذا كان ثمة هذا القصد طيب الآن سؤال للأستاذ حسان يعني هل يمكن للسلطات الإسرائيلية والشيخ بإذن الله سيعود يوم الإثنين إلى فلسطين هل يمكن أن تستثمر السلطات الإسرائيلية موقف الحكومة البريطانية ضد الشيخ وبالتالي قد تحاول أن توجه له أي من الاتهامات لتقلل من فرحة الشيخ ومحبيه وأهله في الداخل يعني أنا أعتقد أن المعركة اليوم هي معركة نزع شرعية يعني كما أن مبادئ وآراء الشيخ رائد التي تعبر عن مبادئ وآراء الفلسطينيون في الداخل تحتاج إلى مصرح وإلى ساحة حتى تعرض أمام المجتمع تمام فهذا الطريق هو ما يحاول الكيان الصهيوني أن يمنعه الآن لماذا أصلا بدأ هذا الملف لماذا تتوجه دولة وكيان ومؤسسات إلى حكومة بضغط مثل هذا النوع حتى يرجع الشيخ رائد من أن يقول كلمته حتى يظهر الشيخ رائد في المستقبل بمظهر اللاسامية بمظهر الإرهاب بمظهر داعي الكراهية كما سموه ومن ثم أي حديث أو أي خطاب مستقبلي يصدر عن الشيخ رائد أو عن المؤسسة التي يمثلها الشيخ رائد تعتبر ضمن الإطار العام للإرهاب اللاسامية هل هذه الطريق ستنتهي؟ لن تنتهي يعني الآن الشيخ رائد يرجع منتصر فشلت المساعي التي وضعوا كل ثقلهم في سبيل إنجاحها لا بد ولا شك أنهم سيحاولون الآن إثارة مواضيع أخرى مواضيع تصب في باب نزع الشرعية عن المبادئ التي يدعو الشيخ رائد صلاح إليها طيب يعني الآن أستاذ توفيق يعني نتيجة القضية وقرار المحكمة أخذ تسع شهور أو أكثر من تسع شهور يعني من عمر الشيخ برمزيته وبجهوده وبمساعي الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات وعن حقوق الشعب الفلسطيني هل يعني أنت ترى فيما صدر من حكم يوازي هذه الشهور التسعة لأن البعض كان يقول أن ربما كان الأولى للشيخ أن يعود لموقعه الأصلي وهو الدفاع عن قضية القدس والأقصى والمقدسات كيف ترى أنت بعد هذا النصر ثبات الشيخ وتحدي للقرارات البريطانية أنا شخصيا لا أرى أن الشيخ رائد صلاح قد غادر موقعه الأصلي أصلا فضيلة الشيخ رائد صلاح بقي في موقعه الأصلي في دفاعه عن الحق الفلسطيني الكامل والتام في كل حدوده لكن في مصرح مختلف في مصرح مختلف نعم سواء كان ذلك في الداخل الفلسطيني أو في قطاع غزة أو في الدفة الغربية أو في القدس أو في الأقصى المباركة الشيخ رائد صلاح بقي على هذا الموقف وإن تغير المكان كان مكانه في الداخل الفلسطيني والآن مكانه في لندن أعتقد أن المحصلة النهائية أو النتيجة التي حصل عليها ليس أقول فضيلة الشيخ رائد صلاح بشخصيته باسمه الشخصي إنما بشخصيته الاعتبارية كان مكسبا كبيرا جدا للقضية الفلسطينية عموما يعني كانت هناك محاولة لحجب الرواية الفلسطينية الشيخ رائد صلاح لم يأتي إلى بريطانيا كساح لم يأتي حتى يزور لونبارك وغيرها من المواقع الشيخ رائد جاء مع رواية فلسطينية جاء ليروي الرواية الفلسطينية لأهل الداخل الفلسطيني لمدينة القدس للمسجد الأقصى المبارك أرادت المؤسسة الإسرائيلية وأراد اللوب الصهيون من خلف هذه المؤسسة أن يمنع هذه الرواية أراد أن يحجب هذه الرواية عن الأذن البريطانية أراد أن يحجبه عن الأذن الأوروبية ما أراد أن يسمع هذا الصوت أراد أن يسمع فقط الصوت الصهيوني والصوت اليهودي هنا في بريطانيا الذي حصل أن صمود الشيخ رائد صلاح طيلت هذه المدة كسر هذا الطابو الصهيوني الذي كان مسيطرا على الإعلام البريطاني وعلى الإعلام الأوروبي طبعا بخطوطهم هذه الذي قاموا بها هم يعني خدموا القضية الفلسطينية من حيث لا يعلمون يعني أرادوا أن يمنعوا ولكن الذي حصل في تيلة الفترة السابقة أن الإعلام قد تداول قضية الشيخ رائد صلاح بداية الحدث في شائر حزيران تموز الإعلام البريطانية حسب ما نعلم والإعلام الأوروبي عموما تداول قضية وتناول قضية وتحدث على القضية بإسهاب فهم يعني قدموا القضية من حيث لا يشعرون جميل جميل أسمح لي أستاذ زاهي في هذا السياق أنت قلت أو نقل على لسانك في أحد التصريحات الصحفية أن الانتصار الذي حققه الشيخ رائد صلاح سيفتح الآفاق أمام طرح قضية المدينة المقدسة وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات على الرأي العام العربي والإسلامي والدولي بشكل أوسع كيف؟ أولا هذا الخطاب له شرعية منذ قبل قدم الشيخ إلا بريطانيا إسلاميا عربيا فلسطينيا له شرعية ولكن الآن الأوروبي بلغة بلاده لغة المحاكم فهم الآن أنه يجب أن ينصت لهذا الصوت لأن القرار جاء إيجابيا وجاء مدويا وجاء صارخا ولا تنسى أننا استلمنا القرار قبل الداخلية بأربعة أيام والإعلام أربعة أيام كاملة وهو يتناول ويتحدث وعلى هذا المضوع فالمواطن البريطاني عموما والدول الأوروبية تتأثر ببعضها البعض لا شك أن الرأي العام سيستمع أكثر لهذا الطرح وليس فقط المدينة المقدسة بل رواية أهل الداخل الفلسطيني الذين يخنقون باسم القانون الذين يعيشون فيما يسمى بواحد الديمقراطية لكن هناك معاناة عبرنا عنها في المؤتمر الصحفي ما يعانيه أهل الداخل الفلسطيني وقلنا للبريطانيين بصريحة العبارة أن الأوان لبريطانيا التي تعتبر وتعتد بنفسها كدولة الحريات أن تفتح أبوابها على مسرعيها بأكاديميها بسياسيها بمنظرات حقوق إنسانها بمنظرات حقوق إنسان فيها لتستمع لروايتنا نحن أصحاب قضية يجب أن نسمع كسائر البشر جميل أستاذ حسان قبل أسبوعين تقريبا أو أقل قامت الحكومة الفرنسية بمنع عدد من العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي من المشاركة في مؤتمر مسلمي فرنسا السنوي هل هناك من ربط بين مثل هذا القرار ومحاولة اعتقال الشيخ أو إبعاده أو طرده من البلاد عندما جاءها في شهر يونيو وما هو الدرس المستفاد مما فعله الشيخ لكي يعني يتعلم منه الآخرون في مسألة تحدي القرارات الظالمة طيب شوي طويل شوي بقولك التالي هذا الملف كان للجالية المسلمة والعالم الإسلامي ولا الفلسطينيين في الداخل ولا الفلسطينيين في بريطانيا فرصة أظن لا تعوض في دراسة ومعرفة آلية عمل القوى الخفية التي تحرك وتشد بالخيوط في مقابل الأدات التنفيذية التي هي الحكومة أو الوزارة إلى آخره الآن لم يتوقع أحد عندما أصدرت الوزيرة بالأول في بداية الأمر منع قرار منع الدخول من أن يدخل الشيخ رائد إلى بريطانيا توقعوا أن يمنع دخوله أو أنه يهرب بمجرد سماع القرار يمنع دخوله ربما من مطار الليد أو حتى هنا من مطار هيترو في لندن ولا يدخل إلى البلاد الآن عندما دخل بالرغم من القرار توقعوا في حالة اعتقاله أن يتم ترحيله خلال ساعة أو ساعة ونصف لم يتوقع أحد أن هناك سيتكون مبادرة سريعة من الجالية الفلسطينية في الداخل لتوكيل محامي يتابع قضية الشيخ وجد المحامي وأعطى الاستشارة لشيخ لم يتوقع أحد أن يقول الشيخ رائد صليح سأبقى في الاعتقال أريد أن أدافع عن نفسي وعن قضيتي وعن اسمي وعن اتهامات المزورة التي يتهمني بها وعندما طالت المدة فترة أسبوعين اعتقال بعدها شروط مقيدة ثم تسعة أشهر الكل اعتبر أن هذا نوع من المؤجزة الآن نحن نتحدث الآن عن أدلة مضللة طب شو أدلة مضللة؟ ليس خلي المشاهد يفهم إيش الأدلة المضللة قصيدة كتبها مثلا الشيخ رائد صلاح رسالة إلى الظالمون إلى الظالمين يقول إلى الظالمين المغتصبين أرضنا اللي يقتلون أبنائنا إلى آخره إلى آخره إلى آخره لم يذكر أحد بإسمه أو بصفته أو بدينه جاءت هذه القصيدة مترجمة من عبر طبعا عبر نعرف مين عبر مؤسسة أمن المجتمع إلى وزارة الداخلية وتبدأ القصيدة إلى الظالمين أنتم اليهود المغتصبون إلى آخره إلى آخره إلى آخره وكأنها تضيف هذه النقود كلها إلى اليهود نعم الآن وصلت القضية إلى المحكمة القصيدة تقول أنتم اليهود المغتصبون أنتم اليهود الظالمون مثلا عندما وصل الموضوع إلى المحكمة عرف من عرف أنه الآن سيفتضح الأمر هذه القصيدة لا تقول أنتم اليهود تتحدث إلى الظالمين فما هي الأوراق التي عرضت إلى المحكمة الآن أخذوا الهلالين الذي يقول أنتم اليهود الظالمون أخرجوا أنتم اليهود وأبقوا أنتم الشيخ يقول عن اليهود وكأن الظالمون أصبحت الآن تفسيرا وليست نصا وبناء على مثل هذا التزوير صدر قرار كما تحدثنا خلال 17 دقيقة السؤال يعني أين الربط بين ما جرى للشيخ وموقف الشيخ والمطلوب من كافة القادة والعلماء الذين يأتون إلى أوروبا إذن نحن الآن نعلم أن هناك من وراء الكواليس تصر رسائل تحوي على معلومات مضللة ومزيفة ومزورة وبناء عليها يصدر قرار من دون إعطاء حق الرد على هذه الاتماعات أنا أقول الآن هذه سابقة تفضح هذه التزويرات والطرق الخبيثة والمؤامرات التي تحاكم من وراء الكواليس أقول هذا لا بد من وضعه في تقرير وفي كتاب مفصل يستعمل كل من يتم استعمال أو إصبار قرار ضده في تواصل وفتح مجال للحديث مع السلطات في الدول جميعها جيد قبل ما ننهي الحلقة أستاذ زاهي نجيدات أريد أن تلقي الضوء على دور الجاليات الفلسطينية العربية الإسلامية في قضية الشيخ منذ بدايتها حتى الآن ودرجة رضاكم عن هذا الأداء طبعا كان التفاف منذ اللحظة الأولى حول هذا الملف على هذه الأسعدة وحيثما تجولنا في لندن كان الناس جميعا يصافحون فضيلة الشيخ بغض النظر عن انتماءاتهم لأي بلد كان ولكن منهم المسلم منهم العربي منهم الفلسطيني والجالية التي حضرت المحاكم وأزرت فضيلة الشيخ وشدت على أزره طوال هذه المدة كان لها دورا فاعلا وبلا شك في هذا الصمود وهذه المثابرة ولا ننسى أن أيضا هنا الجالية المسلمة ومن التفى حول الملف كان لها ترجيح في الرأي بأن يخاض هذا الملف وأنه قد نعم نكسب وهكذا الحركة الإسلامية في الداخل رجحت والإخوة هنا رجحت وبالتالي تضافرت الجهود ووراء قضية رمز هو مسلم عربي فلسطيني وهذه هي المحصلة عندما تنصب الجهود باتجاه واحد وهي رسالة أيضا للجالية المسلمة والعربية الفلسطينية أنه بالإمكان القيام بالكثير والكثير والكثير ضاف الأستاذ توفيق قبل النهاية أيضا هل ينتهي دور هذه الجاليات عند هذا الحد أم أنها مطالبة هي ومؤسساتها بشيء آخر موجود نظركم في اعتقاد الجالية الإسلامية عمو الجالية الإسلامية تضم العربية وتضم الفلسطينية عليها أن تبقى تقاوم هذا التحريض الصهيوني وهذا التحريض من قبل المؤسسة الإسرائيلية وهذا العمل الذي يهدفون من خلالها إلى دفن القضية الفلسطينية فضيلة الشيخ رائد صلاح ضرب مثالا يجب أن يحتذى لكل القاضى السياسيين والدينيين الذين قد يتم إبعادهم أو منعهم من الدخول إلى البلاد الأوروبية بالإمكان فعل شيء بالإمكان الصمود بالإمكان الثبات وبالإمكان هزم اللوبي الصهيوني هذا اللوبي لم يعد ذاك اللوبي الذي لا يهزم أشكرك أستاذ توفيق محمد رئيس تحرير موقع فلسطينية 48 وأشكرك كذلك الأستاذ المحامي حسان طباجة من المدير الدائر القانونية في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان وكل الشكر أيضا لك أستاذ زاهن جيدات الناطق باسم الحركة الإسلامية في 48 وبالغ الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أنقل لكم تحيات فريق البرنامج برنامج وأذكركم بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني بانوراما أتألحوار.tv كما أذكركم بأن هذه الحلقة بإذن الله وبقية حلقات برنامج بانوراما فلسطينية يمكن مشاهدتها على موقع الحوار على اليوتيوب وفي الختام هذا زاهر بيراو يحييكم ويستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة